أسفرار الأسنان أسفرار الأسنان لأسباب متعددة منها شرب القهوة أو الشاي بكثرة لأنها مشروبات بتلون الأسنان وبتسبب ترقق طبقة المينة وطبعا التدخين وترقق طبقة المينة في الأسنان بسبب كبر السن وعدم اتباع نظام غذائي صحي بما في ذلك المشروبات الغذائية والصودة والحلويات بالإضافة لبعض المكملات الغذائية اللي ممكن تزيد من ترقق طبقة المينة في الأسنان بسبب احتواءها على الأحمار وجفاف الفم لأن عدم وجود اللعاب بيعني حماية أقل لطبقة المينة والتنفس من خلال الفم ليس الأنف لأن ده يؤدي لجفاف اللعاب وأحيانا استخدام المضادات الحيوية والإفراد في استخدام الفولورايل غير كل ده ممكن يكون سبب اسفرار الأسنان من عوامل وراثية وكل ده بيستدعي اللجوء للطبيب المختص لتبييد الأسنان أهلا بكم إحنا يعني بنعمل في سناننا حاجات غلط كتير وأنا أعتقد أنه كل بيت عنده مشكلة كبيرة جدا في الأسنان كل بيت إنما يأكل بيت كله كل بيته تلاقي واحد أو اتنين إحنا بنفقد السنان بسهولة وفي حاجات كتيرة بتخلينا نفقد السنان بسهولة يعني مثلاً الأكل بتعرف أن المأكلات الحمضية بتأثر على السنان وناس كثير لمون وبرطقان رغم أن فيها فيتامينات لكن هي فيها تأثير حمضي لكنها تؤدي إلى سفرار الأسنان تؤدي إلى تدمير مينة الأسنان لو كترنا تمنها الكاري والكركم طبعاً أنا لا بحب الكاري ولا بحب الكركم بس دول انتشر في البيوت المصدر في الفترة الأخيرة برضو بيأثروا على الأسنان المشروبات التكنة دكنة زي الشاي والأهوة وأنا أستاذ شاي لكن الأهوة مش حريف قوي فيه ده تحتمي على أحماض معينة هذه الأحماض تؤدي إلى تغيير لون المينة برضو الأسنان بسورة سريعة ويضعف حالة الأسنان اللي أنا بتدمر برضو المينة الحلويات كل سنة من طيبين كل المناسبات فيها حلويات رمضان بييجي بالمنجة بتاع الكنافة بالمنجة ومش عارف إيه والأطايف والحاجات دي كلها مولد النبي وهي صلى الله عليه وسلم برضو حلوة المولد دي قصة يعني العائدات بتاعت الأسنان تبقى فرحانة جدا بعد بعد أيام مولد النبي فكل ده بيأثر المخللات في ناس المخللات المشروبات الغازية بتدمر السنان الصلصة بكل أنواحها بتأثر على السنان يفقد الإنسان سنان وينوي أنه يزرع أو المفروض مفترض أنه يزرع كلمة الزراع قدامها كذا عقبة في دماغ الناس يقول لك أنا هاخد وقت طول معايا الزراع ولا هتقع الزراع هتبان ولا مش هتبان ليه لس بعض مع ناس عملوا زراعة بلاحظ أن اشتاكل لسة مش زي ما هي قالك مش عارف إلا حصل إلا حصل فحصل قفزة وطفرة في عالم الزراعة غيرت المفاهيم دي كلها تعالوا النهاردة نعيش مع هذه الطفرة ونعيش مع عالم الزراعة بالتفصيل مع ضيفي اللي بيبدأ دائما في حوار وبسعدني بحوار علمي على مستوارك جدا واحد من النجوم هذا المجال لأستاذ دكتور شادي علي حسين كل الطب ببني على أداك نفس التشخيص إهمال الأسنان كارثة يا دكتور عيمان وتشخيص الأسنان حاجة في غاية الأهمية ربنا خلق لي مقاييس قياسية لأسنان حشوة التجميلية يعني يعني إيه كلمة حشوة تجميلية طالما لسة ما وصلش للعصب يبين سميه العلاج التحفظ دايما الناس بتهمي الأسنان في مرحلة زي عالم طب أسنان الأطفال بقى عالم مهم كده شهرة القشرة التجميلية في الغرب أكتر كتير جداً من الموجودة في مصر تحضير القشرة التجميلية هو أصعب تحضير في تركيبات الأسنان مفيش حاجة اسمها قشرة مدار تحضير أربع ساعة بتخلص الزرح أنا يا دكتور هخش لك العيادة هطلع من عندك فاضي ولا بسنان هتطلع بسنان بس في الأول و في الآخر أنت ماشي بسنان أحسن من اللي أنت دخلت بيه ضيف العزيزة لسوز دكتور شدي علي حسين أهلا بيك يا دكتور شدي أهلا بيك يا دكتور شدي والله العظيم وحشني جداً والحلقة اللي فاتت عملت يعني صدا جامد جداً عند الناس الناس بدأت تسألني كتير أو على صفحتنا عن الزراعة دي جزء تاني من الزراعة لازم نفس تفرج على الجزء اللي أولاني والتاني مع بعض لكن الزراعة الجديدة أو بمعنى صح التي فليكس والتي دايموند والتايتانيام كنوع من الزراعة عايزين نبدأ من التكنولوجيا دي أحكيلي الأول بس بعرضوا ناس كتير قالت لأنتوا تكلمتوا انجليزي كتير المرة اللي فاتت عايزين نقرب ونفهم أكتر كمان طبعاً زي ما دايماً نتكلم دايماً وبنقعد تعالي إحنا دايماً دورنا إعلامي وليس إعلاني يعني إحنا دايماً بنحاول نعلم الناس ونعرف الناس زي ما دايماً متعودين مع بعض من سنين إن إحنا أولاً بنجيب التكنولوجيا سبع سنين دلوقتي يعتبر سنين ماشاء الله عمر سبع مواسم وده عمر كبير عمر فغيرنا مفهوم الناس يا دكتور أيمن غيرنا علمنا الناس إزاي يشتغلوا إزاي يفهم يعني إيه دكتور سنان محترم علمنا دكاترة السنان نيو جنريشنز بتاعتنا الدكاترة بتوعنا الصغيرين إزاي إن التكنولوجيا لها صدى وإننا مفيش حاجة اسمها إن بلدنا لأ أصل الإقتصاد بتاعنا ماستحملش إن إحنا نجيب التكنولوجيا الجديدة لأ حرام إن إحنا نصرف على ماشينز حرام إن إحنا نصرف على إيكويبمنت نحن نفاكر في 2014 لما دخلنا الأشعة المقطعية قابليها في 2012 لما دخلنا السارك و2014 لما دخلنا الأشعة المقطعية كان مصر كلها ما كانش فيه غير جهاز أشعة مقطعية واحد في مركز أشعة النيل في المن وبعدين كانت الناس كلها مصر كلها بتروح بعد ما شايني وقت بتدخل الأشعة المقطعية في مصر يعني أصبح فيه أكثر نهار دا من أكثر 250 جهاز أشعة مقطعية في مصر ف زي ما دخلنا تقنية الأشعة المقطعية وزي ما دخلنا الحشوات والتركيبات بالكمبيوتر والسارك والكات كام والكلام دا كله النهار دا برضو عندي مالة قلة عن 500 دكتور على مستوى مصر بيشتغل بتقنية الأشعة المقطعية وبتقنية الكات كام ففكر برضو التقنيات دلوقتي العالم كله بيتجه لأن التايتينيوم عمل ثورة في الزرعة طب التايتينيوم دا عايزين نصنعه نستخدمه في التركيبات كمان كويس يعني دائما كانت لو تفتكر لو كنا بنحكي قصة برانا مارك لما كنا بنتكلم على برانا مارك دا اللي هو كان الدكتور بتاع العظام المدلل اللي كان عنده فلوس كتير قوي فعمل كاميرا من التايتينيوم وحطها عشان يصور التحامل عظم ففي وجه أن التايتينيوم بيتعامل مع العظم كأنه جسم جذء من العظم والعظم بيلتحم معه العظم بيتعامل معه بيلتحم معه فمن هنا جات فكرة الزراعة بتاعت الأسنان فنفس القصة برضو التايتينيوم بيتعامل مع اللاسة بشكل كويس جدا ولكن الفكرة في التايتينيوم أنه هو فيه مشكلتين مشكلة الأولنية تصنيعه أو كخارته هي مادة صعبة التعامل معها جدا صلبة جدا والمعالجة السطحية بتاعتها صعبة جدا حاجة تانية لازم يوصل لمرحلة عالية جدا من التالمية عن طريق برضو الماشينز بحيث أن اللاسة تتعامل معها بشكل كويس فكان المشكلة أن التصنيع بتاع التايتينيوم أو التعامل مع التايتينيوم برضو أجين الديزاين تسؤولها بعض ذا ديزاين دايما دايما منقول وأنا آسف أنا دايما بتكلم بإنجليز وحاجة كتير وهترجم أنا عارف طبعا أنه بتشتكيلك من الموضوع ده بس هو دايما تتنط زماشين زمان بهاين زماشين مش الآلة اللي هتعمل ولكن الشخص اللي بيصمم هو اللي بيعمل التصميم التايتينيوم مختلف تماما عن تصميم التربيش ليه؟ لأن احنا بنعتني بقى بإيه؟ بنعتني بتوزيع الأحمال بنعتني بالكوننكشن أو الاتصال ما بين الزرع وما بين التركيبة الاتصال ما بين الزرع وما بين التركيبة ده طول عمره طول عمره بيتعمر في ألمانيا وأمريكا طول عمرنا بنشتري الكلام ده وبنجيبه عندنا جهز إن احنا نقدر نصنعه ده محتاج تقنيات عالية من التكنولوجيا وترينيج عالي جدا من الأطباء وماشينرس طبعا هيوج حاجات ضخمة جدا بتاعت مصانع مكان بتاع مصانع عشان قدر نصنع طايتين يعني مش مكان بتاع عيادات فكانت خطوة بالنسبة لنا قوية جدا إن احنا بعد شاينيوهات زي ما انت عارف الحمد لله بتدينا أول مدينة نصر وبعد كده مدينة نصر والتجمع وبعد كده مدينة نصر والتجمع والمعادي والحمد لله بتدينا للوقتي مستشفى كبيرة جدا في كابيتال بيزنس بارك في الشيخزية فبتدينا الحمد لله نغطي كل المناطق بتاعت القاهرة الكبرى والجيزة علشان خطر الناس برضو اللي عايزة التكنولوجيا تبقى موجود معاها التكنولوجيا في كل مكان فالعنصر نرجع في الموضوعنا فبتدينا إن احنا كفكر استخدام الطايتينيوم كان حاجة يعني حلم بنحلم به إن احنا نوصل الطايتينيوم دا لمصر تصنيعه يوصل لمصر تشغيله يوصل لمصر إن احنا نقدر نستفيد منه أقصى استفادة وإيه أحسن فايدة للمرضى بتوعنا طب ليه الطايتينيوم حمل حلم قضي بالنسبة لنا كان عايزين نعمله أول حاجة مدة التحميل مدة التحميل أنا لما بحمل طايتينيوم بطايتينيوم كبرى طايتينيوم أنا أقدر أحمل فترة سيارة جدا كويس قد تكون شهر قد تكون زيرو يعني فيه أحيانا مرضى نقدر نحمل لهم في نفس الزيارة يطلع بسنان التحميل اللي هو التربوش اللي بتحط فوق المكان بتاع الزرع بالضبط فوق جسم الزرع فوق جسم الزرع فيه نقدر نحمل من زيرو تو سافن ويكس يعني يعني نقدر نحط السنان في ساعة ممكن يوم حط عمل الزرع حط السنان وممكن بعد سبع أسابيع طبقا لبرامترز مختلفة تمام ويمكن لما هنتكلم في حلقات كتيرة هنوري حلات مختلفة ده تحمل إمتى وده تحمل إمتى وده تحمل إمتى حكا التانية مادة خفيفة جدا 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 في التعامل معها يمكن عايزة أوري الناس وأفكرهم بحجم التصنيع وقد إيه التصنيع متخيل ناس الشخصي متخيل بتاعي ممكن من خلال الفيديو ده إنه هو الزرعات بتتحط عادي جدا بنحطي 4 أو 6 زرعات بنعمل التصميم بتاع الهيكل التايتينيوم اللي بيطربت على الزرعات بيبتزي إن الهيكل ده يتخرط بالتصال ما بينه ما بين الزرع بالجزء اللي بيوصل للزرع بالتربوش بالجزء اللي بيعمل الجزء العلوي زي ما أنت شايف كم أداء عشان تخرط عشان تخرط شكل الهيكل ده أنت تتكلم يا دكتور أيمان في تقريبا 30 أدا 30 شكل الأدوات مختلفة لتشكيل هذا التكنيك سانس جدا الموضوع مش سهل تماما بس حاليا ويمستردت المعالجة السطحية بتاعت التايتينيوم عشان تقدر بعد كده تحط عليه الدياموند أو اللي بنسميه الجزء الماسي بتاعه ما هو الطاي دي اللي هي اختصار تايتينيوم والدياموند اللي هو الزركونيوم أو الإيماكس اللي بنحطه فوقيه البورسلان الزجاج هو طربوش اللي باين طربوش اللي باين بقى الديامونز بقى دقاء هو اللون الجميل اللي فيه درجة نقاء فيه اشتشابه مع السنان الطبعية بالزبط فهو زي بالزبط لما بيجيب خاتم سوليتير وبتحطه على على بلاتينم هو البلاتينم ده الدهب البيض ده هو بلاتينم البلاتينم والتايتينيوم بيضوية يعني هما الاتنين تقريبا نفس اللافل من التعين هو كأنه دهب ببيض يعني كأن الطايتينيوم ده كأنه حطت دهب ببيض وعليه ماس اللي هو ده معنا كلمة تايد عامد فهو كأنه خاتم سوليتير بس بنص ثمن الخاتم العاجي فليه لأن من مميزات الطايتينيوم إنه هو آه صعب في تصنيعه آه بيحتاج ماشينز كتير ولكن الكوست بتاع تصنيعه أرخص من الزركونيوم بس فبالتالي أنا بدل ما هعمل كبري عاجي أنا هعمل كبري سوليتير بس بثمن أقل من ثمن العاج ف في نفس الوقت الوزن بتاع الطايتينيوم ده أخف بكتير جدا من وزن الزركونيوم فبالتالي طبعا التحميل الكلام ده بيأثر على الحمل على الزرعيات يعني أنا النهاردة كنا نشتغل أولم فور وإحنا بدعنا تكنيك الأولم فور اللي هو تحميل على 4 زرعيات نحط 4 زرعيات نحط عليهم 12 سنة ودرس مشكلة التكنيك ده إن أنا عندي 12 سنة ودرس متحملين بوزنهم على الزرعيات فالوزن أصبح عامل في العمر الالفتراضي بتاع الزرع فأنا النهاردة كل ما خفف حجم التركيبة قوة القطع والعضلة النهاردة أنا بحط التركيبات دي لشخص عادة معدي العقد السالس أو الرابع من عمر فبالتالي قوة العضلة مش نفس قوة العضلة بتاع الزمين طب أنا دلوقتي النهاردة عايز قوة قطع كبيرة يبقى هعمل إيه أخفف لك الحاجة اللي أنت بتقطع بيها يعني أنا النهاردة لو أنا جبت لحضرتك سكينة تقيلة قوي وقلت لك اقطع حت اللحمة دي هتبقى بتقطع وإنت يعني بصعوبة إنما لو جبت لك حاجة شارب أكتر بس خفيفة وزن أولاي الجدد وفكرة يعني يعني في علم الفيزياء السككين فعلاً الجديدة كلها خفيفة بري لايت بري لايت يعني أنت بتنسك سكينة مش حاسس أن أنت شغل حك وسهل أن أنت تتعامل هي ذي الفكرة والمفاجأة بقى أنها متصنعة من إيه من تايتينيوم تايتينيوم آه تايتينيوم تايتينيوم حتى النظرات الحديثة أوي العالية تايتينيوم فيعني ما فيش مصنع في مصر مثلاً بيصنع نظرات تايتينيوم كويس كله بستورات فما فيش حد بيقدر يصنع تايتينيوم الحمد لله في أي مجال في مش تبدأ الأسنان بس قدرش عني وقت إحنا الحمد لله قدرنا نتروديوز التكنولوجيا دي جواه مصر ودي في حد ذاتها الحمد لله صورة علمية وعملية بكل المقاييس هي طبع يعني الميزات ده الطبية المهم تايتينيوم معروف طبعاً للناس اللي عندها معلومات طبية واللي ما عندوش إن التايتينيوم ده أنسب مادة للعظم وإنت عندك العظم هو الانتجريشن الكلمة دي اللي هو تعظم هي دي الكلمة اللي انتم تنشدونها والأنسجة والأنسجة الرخوة برضو يعني اللسة والجلد يعني حضرتك لو كنا بناخد نفس المثال بتاع التايتينيوم في النظارات اللي معمولة من التايتينيوم هو إلفر وزنها بتلاقي ما فيش ما بتعلمش في المناخير ما بتعلمش في الوش ما بتعملش حساسية للجلد صح الكلام ده كله طبعاً الكلام ده كله لما حرك بتحط التايتينيوم برضو في اللاسة التعامل مع الجسم بتاعنا مع الكلام ده كله بيبقى أحسن بكتير جداً فطولت العمر الافتراضي بتاع الزرعة في التايتينيوم عن طريق ثلاث حاجات نمرة واحد إن الوزن أخف فبالتالي اللي شايله الحمل اللي شايله الزرعات أقل فالتاكل بتاع العظام وانت كلما دودت الحمل على الزرعة العظم تآكل من حوليها أكتر فالتاكل بتاع العظام بيبقى أقل دي نمرة واحد نمرة اتنين إن ما بيتلزقش عليها أي مادة لازق الحتة دي المرة اللي فاتت انت قلت فيها كلام مهم أو مادة اللازق دي كانت زي ما قوله حاجة العصرة قدام الزرع بالضبط هي حاجة ريفوليوشنري أو حاجة ثورية إن أنا النهاردة كان كل التعامل إن إحنا لو تفتكر الموديلز اللي كنا بنجيبها زمان عشان نشرح للناس إن الزرع جزء سفلي وكنا بنجيب جزء علوي وبنبرده في فم المريد ونقعد ساعة نبرد فيه وبواقية البرد كانت تقع في فم المريد والكلام ده كله وعلى اللسان وفي الفم وياخد وقت كتير على بال معمله وده بالإضافة لإن البرد ده في حد ذاته كان بيطلع حرارة كانت بتأذي الزرع فأصبح النهاردة مفيش جزء علوي مع الطايتيني مع الجزء ده كنت بيجيبه عشان كنت بيجيبه متصنع من بر وعشان أشكله بقى على المريد ده وحطله طربوش زركوني النهاردة لا النهاردة الجزء العلوي ده مع الهيكل بيتصنع حتة واحدة ويطربط على الزرع بشكل مباشر مفيش برد مفيش حرارة مفيش وقت بيعود المريض على كرسي العيان مفيش مادة لسقة وبعدين بعد كده مفيش مادة لسقة الكلام ده بيجي تربط على الزرع ايه الميزة اللي خدتها انت من قد موجود مادة لسقة بص حضرتك لو أنا النهاردة جيت جبت حاجة ستاك يعني تخيل كده ان حضرتك ما عنديش غير مقاز بدلة واحد للنات كلها فكل ما هتيجي هقوم جايب لك المقاز أنا ما بصنعش بدل فهجيبي البدل ده يرفيع شوية هقوم مسك دبابيس ومصغرها له واعد عملها له على شكله تمام مش هتطلع وفي نفس الوقت هياخد وقت كتير جدا عشان يعرف البسك تمام لو هي كبيرة جدا هقوم ده ووسعها ويبقى شكلها عليه دايق ومش هتبقى فيتنج النهاردة أنا الجزء العلوي بصنعه تبقى للحجم الفك وللتقوص وللعرض فلما بصنعه أولا بصنعه بالكمبيوتر سنين بصنعه على الحاجة المناسبة للمريض فبالتالي هو ما فيش الوقت اللي كان بيبتعام المريض وهو بيبست فت ده الجزء العلوي اللي بقولو حلك عليه أصبح جزء علوي عبارة عن كبري بالconnections اللي وصله في الزراعات بدل ما كانت حاجات رفعيها تخيل شوف حاليك مثلا الدرس اللي وراء الدرس اللي وراء عرضه كبير فبالتالي عندي كان ده بيتحط جزء علوي ثابت كان يبقى الحجم ده كله واحد في كل الأسنان ويتحط عليه بورسلان يبقى مثلا التايتينيام اللي هو الجزء العلوي قد كده والبورسلان قد كده فالبورسلان ده كله بيقوم حمل فين بيقوم حمل على اللاسة ويعمل الالتهابات ويحشر أكل تحته إنما لما يبقى الجزء العلوي مصمم خصيصا للمريض ده بيتعامل بالكمبيوتر ما بيضبردش داخل فم المريض فالكلام ده كله أولا بسيف طايم زي ما بالزبط ووفرنا وقت ومجهود زي ما كنا زمان بنعمل الطربوش ونقعد ناخد بروبة وناخد خمس ست زيارات عشان نعمل الطربوش البورسلان بينا دلوقتي بنصوره ونعمله بالكمبيوتر هي نفس الأرى أوف الشينج إحنا بدلنا الجزء العلوي بتاع الزرعة التايتينيوم بكبري تايتينيوم بيسابورت أحسن بيسند أحسن من البورسلان بيدي البورسلان تخانة متنسقة فيبقى لون واحد يعني هنبص بقى دلوقتي على حالة قبل وبعد حطينا فيها التايت دايمون ده المنظر قبل مفيش أسنان بتتنحط التايت دايمون بص حضرتك اللون متنسق درجة الشفية متنسقة الارتفاع متنسق الوزن بقى بتاع الكلام ده كله ذه الريشة خف الريشة كويس؟ فبالتالي وقوة بقى لا تتخال ليه؟ حضرتك النهاردة كل ما بتزيد تخانة الجزء الزجاجي وحطة التخينة وحطة رفاعة جزء الزجاجي ده لما يبقى تخين قوي لما ينزع عليه حمل يتكسر إنما أنا النهاردة لما يبقى جزء من طبقة واحدة نفس التخانة بيديني قوة وتوزيع ليه الحمل بشكل أحسن بكتير طيب النوضة التانية اللي مهمة جدا البورسلان لما كان ملزوق هو منزل الحمل كله على كل واحدة لوحدة يعني أنا النهاردة لما أعمل كوبري على أربع زرعيات وده ملزوق وده ملزوق وده ملزوق فرضا لا يسبب من الأسباب بعد الاستعمال وده بيحصل كتير قوي واحدة من مادة اللزق فيهم فكت فاللي بيحصل إيه؟ إن الزرع اللي فكرنا عليها اللزق دي ما بيقيت الشايلة حمل وحملها بقى شايله التلاتة التانية طب اتنين فكوا بقى له قدام فممكن يقوموا إيه؟ مفال يارين شايلي بايزين نتيجة إيه؟ عدم توزيع الحمل بشكل متناسق النهاردة لما يبقوا كلهم الجزء العلوي بالجزء السفلي بالزرعات دي ممكن حالة تانية برضو كان عنده سكر عنده كل الأسنان متلخلاخة وعنده الأسنان كلها لازم تدخلها من أكتر الحالات اللي بيبقى فيها psychological impact أو بقى فيه يعني صدمة نفسية للمريض إنه يبقى سنانه كلها موجودة ولا تصلحه هتتخلع ويقولوله لأ هتروح فاطن هتمشي من غير سنان هتمشي مش عارف كلام ده كله بيخلي المريض لا أنا مستحيل هعمل زرعات أبا هو جاي بسنانة هي من أخلاخة بس هيقولك دي كانت أحسن من اللي هيحصل أه أحسن من وفي نفس الوقت يقول لك إيه لا أصلا أنا مش ضامن فلما يجي بقى أنا بعمله structure واحد السنة بالزرعة تايتينيوم بالكبري مسكين في بعض ده المنظر بعد وحيتت هنا طبعا باين جدا في الصورة إنه مفيش أي معدن شافف لأنه حكاية المعادن قبل كده كانت أنت كنت بتقول اللي هو الكوبالت كوبالت كروميوم كوبالت كروميوم اللي هو المعدن بتاع زمان بالزبط لأ ده جريمة وكان بيباشفف هنا مفيش شاففات ليه لأن الفريمورك بيتعامل بطريقة الفريمورك اللي هو الهيكل الهيكل ده بيتعامل بطريقة إنه هو يستعيد عن الجزء العلوي بتاع الزرعة وليس التربوش النقطة التانية اللي مهمة جدا 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 يا دكتور عين لما يبقى الهيكل تايتينيوم يبقى أنا سي مثلا أنا حاطت أربع زرعات واثناشر سن عليهم كبري لما حطت الهيكل لتايتينيوم كإني حاطت اتناشر زرع لأن كل واحدة طلعة بجزء التايتينيوم بتاعها العلوي كإني حطيت الجزء العلوي تايتينيوم لأربع زرعات بس حطيت اتناشر جزء علوي فأصبح عندي اتناشر زرعة بحمل في دايركشن مختلف مسكين في بعض حطة واحدة عليهم بعد كده السنان بقى البورسلين دي بقى الميزة بقى اللي من المميزات القوية جدا 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 لما كنا بنعمل كبري زركونيوم على الزرعات كنا بنعمله كنا نكتد مافك في بعض حطة واحدة وكان بيبقى باين مهما حاولنا ان احنا نخش ما بينهم ان هما ان هما حطة واحدة منفصلين كان تدي كامو فلاش كده تدخل لجوه شوية بس هما متصلين متصلين في نفس الوقت لما كنا بنخش قوي ونرفع الكونكشن او الاتصال ما بينهم كان بيكسر تمام الجمال بقى في التايد ايموند ايه ان هما سيبرت كراونز ان هو كل طربوش منفصلين هو الهيكل هو اللي تايتينيوم وعليهم تربيش منفصل روح فبالتالي انت فيه you can floss you know you need to floss طبعا بس انا بتكلم على المنظر الجمالي ان انت تقدر تشوف فيه فراغات فراغات الطبيعية مش فراغات كبيرة فراغات الطبيعية ما بين الاسنان وبعضها لانه لازم يبان طبيعي ان فيه فرق بين سنة وزنة بالزبط لان انت قلت قاعدة احنا كنا قبل كده لانه كان بييجي الرصة كلها متصلة بالزبط كده بس كنا بنحاول نقل الاتصال خالص عشان يبانوا كأنهم مش متصلين فى يبانوا طبعين بس ده بس تقليل الاتصال بيضعف بيضعف فاصبح ان انا النهاردة لو انا عندي المفروض الاتصال يبقى اقد كده لو انا امتلفه كده عشان ادخله اعمل شكل ان هما مش متصلين فاصبح الاتصال ما بينهم في حتة اقد كده مع الحمل يقطب لان هو ده اللي شايل القوة انما هنا انا عندي الحمل متشل تحت على التايتينيام اللي فوق دول هما كل واحد فعلا لو واحده فبالتالي لا هيتكسر ولا هيتأثر اصلا التايتينيام الكبرى التايتينيام ده ما تقدرش تتنيه يعني لو مشيت عليه عربية نقل مش هيحصل فيه حاجة فطبعا هو قوة رهيبة جدا نقدر ندي بقى عليه مدوم مدحة واحنا مستريحين انا ما عنديش مشاكل في نفس الوقت عملنا انتروداكشن لنقطة تانية ان المكونين او الخامتين دول سواء الدياموند اللي هو البورسلان او التايل اللي هو التايتينيام هما او مادتين فانا النهاردة طب انا ما اقدر اعمل للمريض اللي مش قادر يستحمل تمن بتاع قلزون ده ما انا قلت لحضرتك انه هو تمنه ارخص من تمن الزيركونيام العادي انما احنا كمان في مريض ممكن ما يستحملش ده فبنعمل التايفليكس اللي هو كبري تايتينيام وعليه الكراونز السابارت دي او الترابيش المنفصلة دي معمولة من مادة من اللداء سعرا ارخص بكتير جدا فاصبح تقريبا كمان هقلل اولمست خمسة وعشرين في المية تاني من سعر التايدايموند فاصبح خمسين في المية تقريبا من سعر يعني التايدايموند ارخص من الزيركونيام بخمسة وعشرين في المية التايفليكس ارخص من التايدايموند بخمسة وعشرين في المية فاصبح السعر اقل بالكتير للمريض طب انا هعمل التايفليكس ده عمر الافتراضي قد ايه؟ عمر الافتراضي الجزء العلوي بتاعه الترابيش المنفصلة دي عمر الافتراضي في حدود سنتين بتقعه دكتر بس احنا بنقول سنتين طب حبيت اغيرها بعد كده وماله فيش مشكلة تعال افك كده وركب عليها دايموند او بورسلان لانه هو الحرقة بتاعه اللداء او التيفليكس تايفليكس تايفليكس يعني دي حاجة ممكن تقول عليها اقتصادية وشرب يعني تقعد سنتين ثلاثة كويس الجزء العلوي الفينيلي اللي بس كويس يعني ذي بالزبط كده انت عندك المطور اللي هو الزراعات وعندك الهيكل اللي هو التايتينيوم وبعد كده بقى الفوانيس بقى والازاز اللي هو ايه الفينيلي ساعته يديك option ان انت تحط مثلا في العربية دي option حالي او option متواصل بس في الاخر هي نفس العربي اه بالزبط نفس الزرعات ونفس الهيكل وتقدر تغير وتقدر تغير وبهذا كده تايفليكس وتقلبوا لطاي دايموند بعد سنتين دايموند يعني ماسي وطاي اختصاد لتايتينيوم بالزبط يوبا تايتينيوم الماس وتيتينيوم فليكس فليكسبول جاية من المرن المرونة أو اللداء المرنة اه بالزبط اللي هو التركيبات ده برضو حالة من الحالات طبعا حالات كتيرة جدا بتتعامل بالتايتينيام دلوقتي احنا تقريبا كل بتاع اللايم بتاع الزرعات 80% للتايتينيام في ناس استيل بتبقى متمسكة مش قادرة تفهم ولذلك احنا بنعلمهم ونفهمهم مش قادرة تفهم ان لسه بيبقى عايز يعمل الزركونيام موجود يعني ما فوش مشكلة للزركونيام استيل موجود ولكن التايتينيام فار بيوند احسن بكتير اريح اللي استخدم التايتينيام هيتلاقيه بيريكمانده بينصح كل الناس اصحابه كل الارايبه وكل ما عارفه لا ده انا بيجيني الناس دلوقتي من السعودية يجي يقول لي ايه دكتور شادي انا عايزين الكبرى التايتينيام ده مش عايزين الزركونيام بتاع زماء ولسه الحوار معك دائما ممتع ممتع لانه دايما انت تشخص فيه همة البحث عن الجديد وشغف بتاع الجديد عندك شغف معدي اول ما بيقابلك على طول الالتوقات فين الكاميرات الجديدة فين الحاجات القديسة شادي جاب دايما انا عايزين نجيب كاميرات دورتيني واسعدتيني يعني زي ما بقوله متعة جبيلة او الحوار معك وانا بشكرك لانك يعني الثقافة في عالم الاسنان بلا شك انت ليك دور كبير فيها جدا جدا بنا يا خليجي يعني زي ما بقوله الطائرات النفاسة اللي طارت بنا في عالم طب الاسنان الفضاء دايما دايما لازم نطلع في الفضاء الفضاء مكلف الفضاء مكلف ودايما دايما بفكر الناس دكتور ايمن ان احنا موجودين معهم في كل حد يعني الحمد لله المدينة ناصر وتجمعه زايد دلوقتي ودي من احدث يعني زايد احلى حده في مصر احلى حده في مصر عشان انت عادت زايد جيت جارك جيت جارك طبعا ضيف العزيز الاسم المتميز وبيباركلك على استاذ مساعد طبعا دا حاجة مميزة وان شاء الله يعني يعني تحصولها ترقية الجديدة قريب جدا طبعا الترقية دي مهمة لازم بالحق دي حاجة عكتر عجب تفرحنا هو دا العلم يا دا عكتر عجب تفرحنا وقت ما قال الاستاذ خلاص مش عايزة عافظ عكتر طيب ضيف العزيز السيد بكل شادي علي حسين استاذ مساعد طب الأسنان بكل الطب بجامعة عن شمس وصحب دكتور علاج في علاج الجزور بجامعة عن شمس ومجستير علاج الجزور وزميل الكونجرس العالم للزراعة الأسنان وعضو جمعية الأمريكية لعلاج الجزور المدرب المعتمد من الجمعية العالمية لطب الأسنان الرقمي أبدعت كالعادة واللقاء القادم أكيد في الجديد في عالم هنشوف بالعالم لا يتوقف في الأسنان أكسلراتينج ماشين رهيبة جدا لهذه المكانة الرائعة في مصر إحنا مهم جدا نهتم كمان بالسياحة العلاجية في طب الأسنان لأن دي واحدة من السياحة العلاجية القوية جدا خليكم عن دكتور ترجمة نانسي قنقر